عيد الباحف الاسلامي والستاذ علاء اتفضل. السلام عليكم السلام عليكم السلام وبركاته. تفضل. وتحياتي للاستاذ فاروق الفيشاوي. اهلا سهلا. بنسمن جهوده وادواره السابقة. بنسمن آآ قوميته وعروبيته. شكرا. طبعا لا احد يشكك في الاستاذ فاروق الفيشاوي. لكن بس انا دي وجهة نظر وملحوظات بسيطة جدا. تفضل. انا هدي حضرتك نبذة بسيطة ويريد الاستاذ فاروق عقله وقلبه يستفع معي فحتيه بدون اي تهجم وبدون اي شيء. فضل. ان العراقية استاذ فاروق او الحالة العراقية بتنقسم دلوقتي الى شيء واحد بس. وهو انها تقع ضد اه ضم الاحتلال بمعنى كلمة الاحتلال الايراني. لان منظمة بدر اللي بيترقصها هادي العمري ولي بيترقص الحجد الشيعي الشعبي. منظمة بدر دي في الاصل كانت فيلق بدر. اللي هو الجناش المسلح للمجلس الاعلى للثورة الخمينية. اللي اتأسست اه برئاسة محمد باطر الحكيم. واللي سنة اتنين وتمانين كانت بتحارب القوات العراقية. وكانت مؤسسة من ناس عراقيين والاصرى العراقيين اللي كانوا بيتم اسرهم وكان بيتم تجنيدهم اما بالاغراء او بالتهديد او بالحالتين اتنين مع بعض. منظمة بدر اللي كانت قبل كده فيلق بدر عملت مجازر في اهل السنة وفي العراقيين شيعة وسنة. وهديك مثال عليها اللي هي مجزرة الاصرى العراقيين. وكان الكلام ده في واحد اتناشر الف ستمية وتمانين في معركة البستين اللي قتلوا الف وخمسمائة اسير عراقي. اللي بيترقصها حاليا هادي العملي الملقب باسم السفاح. الجزء الاساسي اللي انا هتكلم عليه لو لو سألت الستاذ فاروق وطبعا بديه جدا ما رأيك يا استاذ فاروق في الاحتلال السوريوني لفلسطين. انا عارف الايجابة بس حد بسمعها من 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 استاذ الفاضي فاروق لا شك طبعا لانه انه احتلال. واحتلال. احتلال. احتلال. ونحن ضده تماما ونحن مع فلسطين ومصر حاربت والعرب حاربوا من اجل فلسطين من 48 وحتى الان. وسنظل انه حارب حتى نستعيد فلسطين. وانا احتلال. انا اشكرك يا دكتور طبعا على المعلومات التاريخية. اشكرك وبشدة على المعلومات التاريخية. والحقيقة انا ساراجع كل ما قلت. وساستفيد. ان شاء الله. ان شاء الله يبقى انا. اتمنى. 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 اتمنى هذا لانه اه اه لا خاب من استشار. رقمي مع مع الاستاذ واهل شخصين ومع الاخوة. طيب. ان شاء الله اه اتفضل. ايه تحفظك اشان الله. انا اتفضل. انا اكلم حضرتك ان شاء الله. الموضة التانية اللي انا عايز اتكلم يا سيد فلسطين. ولكن هناك دولة عربية. اسمها الاحواز بتحتلها ايران. قد فلسطين خمس مرات. تخيل حضرتك يا سيد فاروق. ايه. وده بقى من الحاجات ان الف وتسانية خمسة وعشر تم احتلال الجزر. دولة الاحواز العربية. وهي عربية. وانا اسمم فيه جهدك في العروبة. ده شيء قوي جدا يعني. فمعنى ان ايران اللي متدخلة في الاراق. اللي بتحتل الاراق. اللي بتسيطر على زمام الامور. عن طريق قاتل سليماني. ويتم دعوة الاستاذ فاروق الى مهرجان اسمه الغدير. او مهرجان اللي هو الغدير التاسع عشر للهلام. اللي معمول مخصوص علشان يوصل فكر للناس المصريين البسطاء الغلابة. ان هناك فنانين ونفع على مستوى رفع جدا. بيروحوا يحضروا معانا المؤتمرات. والاسم بالتحديد. علشان تثبيت كلمة عملية. ده مرحب زوان تفضل. عملية عيد الغدير. علشان قطر في يوم من الايام يصبح الاسم عادي بالنسبة لنا احنا كمصريين. طيلق البدر بالمناسبة. واللي ساعتك يعني معلومة بسيطة. وانا اسف يعني يمكن تكون خافي عن ساعتك. فيلق البدر كان هو قوات في سيناء. وكان بقتم تدريب بعض القوات في سيناء من فيلق البدر. وتم القبضة على بعضهم. وبخليه سامي شهاب اللي هي السابعة لحزب الله. اللي كان برضو فيلق البدر في نفس التوقيت. بس هو هو ما شافش فيلق بدر ان انت شفت فيلق بدر في. طبعا طبعا ده الاستاذ هادي العمري. ده انا بقول ساعتك هادي العمري اللي هو رئيس رئيس الفيلق هو نفسه هو نفسه هادي العمري اللي كان موجود واللي التقع وسلم على السادس فروق. عشان تصوير الصورة كاملة توصل للناس على ان السادس فروق القامة والهامة والراجل القومي العروبي واقف معانا حتى هيوافق ضمنهم على احتلال ايران للاحوال. وبالتالي انا عايز اقول لساعتك ان ايران والعراق لان المحتلة من ايران بالفعل وده ما فيش في كلام يعني ولا احد ينكر هذا الامر معناها بيصوروا للشعب العربي وللمصريين بالتحديد ان الفنانين والناس اللي هم كبار المثقفين في مصر معانا في نفس القضية فيتم استغلالها اعلاميا. هقول لساعتك ان تم استغلال زيارة حضرتك في مواقع عراقية كثيرة في منتبيات كثيرة في صفحات شيعية كثيرة موجودة على الانترنت وان شاء الله اضعت لحضرتك. بيستغلوها يعملوا ايه يعني يعني بيستغلوها ازاي. استغلالها على اساس ان هناك هجمة شيعية ايرانية منظمة على مصر. بل على الدول العراضية كلها. طبعا احنا مصر تحارب ايران عن طريق على صفة الحزن اللي هم عن طريق سويسيين اللي كانوا مدعومين او اللي مدعومين من ايران اللي عايزين يعملونا مشاكل في باب المندب علشان اغلاق قناة السويس. هم من يما بيتدعوا الناس المثقفين والفنانين وعلماء الاذر ايران وهم في نفس الوقت الى العراق وهم في نفس الوقت بيزبحونا في باب المندب بيكيلوا علينا المؤامرات بيكيدوا لنا المكائد في كل مكان. وبالتالي ان نحيط استخدام الفن على اساس انهم يوصلوا الاغراض معينة. اقول سعبتك ان القوى النعم مؤثرة جدا. علشان كده. فيلق بدر قد بل سعبتك كمان له مكتب اعلامي على مستوى عالي جدا وعلى مستوى رقي جدا جدا جدا. الدول العربية كلها بتجد ان السعودية مثلا فيها اعمال درامية شيعية. بتجد ان في الكويت ممثلات وممثلين وفنانين وفنانات زي سعاد العبدالله عبدالحسين عبدالردع وهيفاء حسين كلهم شيح يعملوا باوامر جنة من قبل جهات معينة. في السعودية مثلا ممثل سعودي مشهور ابن ابن اخو الشيخ النمر اللي هو مقبوض عليه دلوقتي يا سيد واقل مخرج طاش مطاش او الناس اللي عاملين اغلبهم من اه. فعملية استغلال القوى النعمة للوصول الى الناس يا عقرب طيب بتوجه لك بالله. ليس مؤثر جدا المستاذ علاء السعيد بتعلم.